عدت الهيئة العامة للموانئ موانئ خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرا عن طريق ميناء جد الإسلامي وذلك خلال موسم حج عام 2440 سيبدأ ميناء جد الإسلامي باستقبال طلاع حجاج بيت الله الحرام ابتداء من يوم الأربع القادم حتى الرابع من ذي الحج ومن المتوقع أن يستقبل الميناء خلال حج هذا العام يقرب من 22 ألف حاج بزيادة ملحوظة عن عدد الحجاج القادمين خلال العام السابق والبلغ عددهم 16 ألف حاج وذلك عبر 22 رحلة من خلال أربع عبارات وتسعى موانئ من خلال هذه الخطة إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءاتهم وأدائهم للفريضة